رئيس صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء الذي عقد اليوم بقسلك ضيبية في بداية الاجتماع أشهد مجلس الوزراء بنتائج لقاء حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدح فظه الله ورعا بأخي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد الانهيان ولي عهد أبو ضبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة منوها بمعكسته زيارة سموه لمملكة البحرين من حرص متبادل ورؤية واستراتيجية مشتركة نحو تعزيز التعاون الثنائي وتنسيق تجاه المستجدات الإقليمية والدولية ثم أكد المجلس الحرص على تهيئة الفرص أمام الشباب البحريني للمساهمة الفاعلة بروح التحدي والابتكار في النهضة التنموية تحقيقا للرؤية الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة عهد البلاد المفدة حفظه الله رعى منوها المجلس بجهود سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب في تبني المبادرات التي تحفز الشباب على الإبداع والتميز وذلك في معرض تنويه المجلس باليوم الدولي للشباب بعد ذلك أكد المجلس أهمية موصلة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية وأخذ الحيطة والحذر خلال المرحلة الحالية ضمن التصدي لانتشار فيروس كورونا بما يضمن صحة وسلامة الجميع ويعزز ما تحقق من نتائج على هذا الصعيد إلى ذلك فقد تابع المجلس باهتمام تطورات الوضع في أفغانستان ومؤكدا على أهمية تحقيق الأمن والاستقرار للشعب الأفغاني وقد كلف المجلس سعادة وزير الخارجية في إطار رئاسة مملكة البحرين للدورة الحالية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية للتنسيق والتشاور مع دول المجلس إزاء تطورات الأوضاع في أفغانستان بعدها نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول أعماله وقرر ما يلي أولا الموافقة على المذكرات التالية مذكرة مجلس الخدمة المدنية بشأن عادة هيكلة عدد من الجهات الحكومية بهدف زيادة الكفاءة وتحسين الأداء مذكرة اللجنة الوزارية لشؤون القانونية والتشراعية بشأن مذكرة تفاهم بين وزارة الصحة والهيئة العامة للغذاء والدواء بالمملكة العربية السعودية الشقيقة والتي تهدف إلى تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات تحسين الوضع الغذائي والصحي على المستويين الوطني والخليجي مذكرة اللجنة الوزارية لشؤون المالية والاقتصادية والتوازن المالي بشأن تقرير الحساب الختامي المحهد للدولة وتقرير أداء تنفيذ الميزانية والمناقلات بين اعتمادات الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2020-2021 مذكرة اللجنة الوزارية لشؤون المالية والاقتصادية والتوازن المالي حول نتائج الإقفال نصف السنوي للوزارات والأجهزة الحكومية للفترة المنتهية من 30 يونيو 2021 والذي أظهر ارتفاع الإيرادات بنسبة 23% عن النتائج بنصف السنوية للسنة المالية 2020 إلى جانب ارتفاع الإيرادات غير النفطية بنسبة 4% كما انخفضت المصروفات العامة بنسبة 4% عن النتائج النصف السنوية للسنة المالية 2020 تشمل انخفاض في المصروفات المتكررة بنسبة 2% مما أدى إلى انخفاض العزل الكلي بنسبة 35% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي مذكرة سعدة وزير الصحة بشأن نتائج تقييم واعتماد المستشفيات بمملكة البحرين خلال المرحلة الثانية الممتدة من يناير 2019 لغاية يونيو 2020 والتي تهدف إلى ضمان الامتثال للأنظمة والمعايير المعتمدة للخدمات المقدمة للمرضى والرعاية مذكرة اللجنة الوزرية لشؤون القانونية والتشريعية بشأن ردود الحكومة على اقتراحين برغبة واقتراح بقانون مقدم من مجلس النواب واقتراحين بقانون مقدمان من مجلس الشورى استعرض للموضوع التالي مذكرة سعدة وزير المواصلات والاتصالات بشأن سير عمل أولويات الوزارة لعام 2020-2021 ثم أخذ المجلس علما من خلال تقارير أصحاب السعادة الوزراء بلتائج مشاركة مملكة البحرين في دورة الألعاب الأولمبية الثانية والثلاثون أولمبياد توكيو 2020 وتحقيق المنتخب الوطني لكرة السلة لقب البطولة الخليجية السادسة عشر للمنتخبات للناشئين والتي استضافتها مملكة البحرين السادسة sacrifice